السلام عليكم نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وعواشر مباركة باش ما تمنيت ان شاء الله اللي يدخل علينا وعليكم هاد رمضان بالصحة والعافية اليوم ما جيتش نطيب معاكم جيت نصوب معاكم وحد ديكور ديال المطبخ قراعي ديال السكار ولا الساندة والقهوة وقاتي وبغيت نصوبهم وقلت علش لي ما نشركهم ان شاء الله نتمنى يعجبكم ان شاء الله هذا الفيديو عندي هنا يا تلاتة ديال القراعي من الصغيرة المتوسطة سيطر الكبيرة يعني ديال اي حاجة انتم كنتوا كتتستعملوها شوكولات ولا قهوة ولا اي حاجة مهم انا عندي هادو ثلاثة بحل 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 قلت علش لي ما نديرهم مش يعني بتناسقين خديت القراعي درت ليهم المطيب حيت ليهم ذوك اللاصق اللاصقات اللي يكونوا عليهم ديال الشركة وهذا غسلتهم بزيان لحتها الغطيان خديت هنا يا واحد لقد قلت اللاصق ديال اللي كلسقوا بها تلاجة او هكا البوتاجي خديت وقطعتو بهالطريقة هادو اللي شتو معايا ولسا قلتو باش نخلي واحد لبليسة في انتبالية شنو بغيت ندير خديت هادو اللاصق هادو ديال الحيط اللي يمني كنت سبغه نديرو على حسب الحيط بنقيسوش شي حويج دورتو على الحاشية كاملة ديال القراعي هنا عندي سبغة بيضة هنا اختارت سبغة بيضة انتو ما اختاروا اللي بغيتو وعندي اللون ديال الدوغي اللي غادي نخدم به هنا هادو الليسانس اللي غادي نخلط شوية مع السبغة صافيو كان دوز نبقى نطبق كان دير شوية ديال اللي صانس على السبغة غادي واحد شوية باش تنشفليها وصافيو كان بقى ناخد واحد البونجة هكا كلوي على واحد العود ولا شيتة ولا اي حاجة ما عندكم ما تديرو بها كان دير لها الخيط وكان بقى ندير بها الطريقة هادي صافيح تنسبغ القراعي كاملين يعني بلا شيتة حيث الشيتة وخاخ ديتها ولكن ما مالقيتها ما غديش تنفعني فقلت بلا ما نخدمها نخدم البونج الطريقة كتجي سهلة وكتجي زوينة وكل شي كيعمر سبغة قطلة وكل شي صافي هادي الطريقة غنبقى غدا عليها هاكا شوية بشوية من بعد ما سبغتم كاملين غادي نسبغ الغطيان ده باخديت واحد العقيقة كانوا عندي لصقتهم بواحد اللصقة وهو صافيو غنبدا ناخد ثاني بونجة ونسبغ الغطيان بالضوغي انتوما سبغوا باش ما بغيتوا المهم والختيار كيبقى ليكم انتوما ونتمنى اعجبكم هاد الفيديو ان شاء الله بإذن الله مهم قلت الفكرة نتمنى اتعجبكم مهم انا را سبغتوهم في الليل را يباليكم شوية الفيديو مضلة مشي شوية مكيعتاش اللو الحقيقي حيت بغيتو ان شاء الله في الغد يعني في الصباح يكونوا واجدين تكشي علاش وراكم عارفين الكوزينة ميمكنش في النهار نشقى بيها ونخدم بها هاد شي يعني لهم ما نخدموهم بالليل باش الصباح ان شاء الله يكون شوين وعود ثاني ندخلو نخدمو الخدمة ديانة الصباح هنا ايه لقيتو منشفو منشفو مزيان صاف فيها غادي نحيت الغطيان وغادي ندوز ندير معكم واحد ديكور يعني بسباغة دهبية درت واحد الكاغط على الحائط باش ما يعمرش ليه ولتحت كده اللي كراني نفرش هادك اللي كنت ديرها البارح هنا اخديتو حد الشيطة ديالسنان اللي ما نبقتش لايقه صاف فيه هنا كنبقى نحرك دائما منين بغيو نصبغو نحركو هاد الصباغات باش يطلع الدكش اللي لتحت يطلع الفوق صاف فيه كندير الشيطة ونقطرها مزيان ما نخليش فيها الصباغة بزاف حتي لاخليتوه بزاف غادي تبقى غير تقطر ليكم نقطروها مزيان وعد نبدو نديرو بها الطريقة كان ناخد ندير صبعي وكان نقال نرش بحال هاكاية نتمنى تكون الفكرة واضحة معاكم مزيان مهم تيجو فيها رشيشات تيعطيوها واحد ديكورو زوين في صراحة شفتو وعجبني وقلت علش اللي ما نطبقوش و هاد الشي اللي كين كيجو زوينين وشي حاجة اللي غد صوبوها بيديكم عندها واحد طعم يعني ما تخيلوش معايا حتى غادي تجربوها ولو تتشريو الحاجة ولكن الحاجة اللي كتصوبو بيديكم رأى شي حاجة ما شاء الله كتكون شي حاجة غات تحسو بها هنا من بعد ما كرمت لي السباغة اللي رشيت را دغيية تتكرم هادي واحد الساعة دي المقانة كتنشوف دغيية كنجي كنحيد هادك اللاسق اللي كندرت معاكم في اللول باش تبقى لي ديك اللاسق يعني عريانة باش نشوف اشنو حاطة في ديك القرعة واش قهوة واش قاتاي واش الساندة مهمي لابقت لكم هاد شي حاجة في الجناب خرجت لكم ديروا واحد العويد دير القطن وديروا دك اللي صنص ومسحوها بها هنا زدت واحد واحد الخويد هاكا قطعت واحد الكردون على جوج وكان نغتص في ديك السباغة الدوغي وكان بقى نتراسيب بهالطريقة هادي غادرت له ديك الحاشية يعني بحل مهم تبتها ديك البلايسة هاكا ديك وصافي جاتني هاد الفكرة وصافي ودرتها وصافي انتمنى تعجبكم صافي القرعة هنا يراها صافي وجدات نمسحوها مزيان وعمرنا هاكا وحده درت في قهوة وحده درت في قهوة وحده درت في قهوة ودرتها في هاد البلايسة هادي وحده درت في قهوة وحده هاكا صغيرة صوبتة ما وريتش معكم ولكن راني صوبتة درت شعل معين قاعدتها كاية صافي وهاد العيبات غادي تشوفوهم دي البلاستيك اللي كان حطو عليهم شي حاجة سخونة ولمني بغيون نخدمو شي جبانة هي هادي سبقتهم حتى هما بالدوغي باش نحط عليهم داك القراءات باش يجي داك الديكور يعني متناسق وجوف صراحة في كوزينة أعطينوا واحد المنظر زوين بزاف يعني حسن من قرائي عاديين وتكونوا خازنين